السلام عليكم عاملين ايه يا بنات يا رب تكونوا بألف خير رمضان على الابواب كل سنة وانتم طيبين هعمل معاكم فانوس بطريقة مختلفة دي كده اول حاجة نمحتاجاها هاخد القلم وهعمل كده علامة على الازاز عشان الحتة اللي فوق ديها انا هقصها انا بعمل نقط كده و بوصلها كده ببعضها عشان تبقى معايا مزبوطة والحتة اللي تحت برضو بعملها بنفس الطريقة كده بالشكل ده كده وبعد كده هقصها بالمقص هقص الحتة اللي تحت دي بحاول ان انا امشي على الخطة على طول يعني ولا اطلع فوق ولا انزل تحت عشان تطلع معايا مزبوطة وبعد كده لو في اي زيادة ولا حاجة بسويها بالمقص النحية التانية برضو هسويها وبعد كده بعمل سيرش في جوجل بكتب كلمة الله دي كده اول حاجة بتزهر لكم بجيب ورقة بيضة وبحاول ان انا ارسل نفس الكلمة كده بالضبط بالشكل ده كده بالشكل ده كده وبعد كده انا هكملها انا كده كده اتبت كلمة الله ولو مش هارفين تعملوا الطريقة دي ممكن تحطوا الورقة كده على الموبايل وتشوفوها او ممكن تتبعوها عادي اي طريقة تعجبكم انا عايزة احدد عليها وامش عليها تاني بالقلم عشان تبقى واضحة معايا وجبت فوم جليتر قلبتها كده وهحط كده الورقة عليها اللي انا كتبقى فيها كلمة الله وبعد كده هامش عليها كده من الظهر انا عايزة اطبع الكلمة بالضبط على الفوم بتاع الجليتر ده بامش عليها كده وبحددها وبدوس عليها كده بالقلم جامل عشان عايزة الكتابة اللي انا عاملها دي تطبع في الورقة بامش عليها تاني عشان انا عايزة الكلمة تبقى واضحة كده وزهرة بالشكل ده كده وبعد كده انا هكمل بقتها وبعد ما طبعتها على الفوم بقصها بالمقص انا بامشي كده على الخط بالشكل ده كده بامشي على الخط بالزبط عشان مش عايزة يبقى فيها اي زيادات وبالشكل ده وبعد كده انا هكملها ده كده حرف الالف بعد كده هكملها ودي كده شكلها كلها بعدها مقصتها بالمقص انا استخدمت المقص اللي سود ده في قص الكلمة اللي انا ورته لكم في الاول لكن التشكيل ده انا معرفتش اقصه خالص بالمقص استخدمت المقصة بوسن رفايع ده وبعد كده هجيب المسدس بتاع الشمع هقلب الفوم ده كده على ظهره والايزة اللي انا قصتها معاكم في الاول طبعا انا شلت اللزقة من عليها وبعد كده هحط شمع كده على كلمة الله بالشكل ده كده وهسبب بس كده الازازة عليه وبعد كده هلفها كده وحط على بقتها شمع مش كلها برضه هعمل جزء جزء او بالشكل ده كده وصبت الجزء ده كمان وحط شمع تاني وبصبتها كده بادي جامد عشان الشمع يمسك في الازازة وبرده يمسك في الفوم كويس قوي وبعد كده بحط عليها كده كلها شمع وبقفلها كده على الازازة وهقفل الناحية التانية برضه هقفلها كده عليها بالشكل ده كده والزيادات اللي فوق دي برضه هقصها بالمقص وبعدين الزيادة دي برضه هقصها بالمقص انا عايز هتبع على قد الازازة بالزبط اللي انا حطها وجبت فوم تاني لون مختلف بعد كده هقلبه برضه كده وحط على الازازة اللي انا عملتها دي كده شمع من تحت والزقه كده على الفوم وسبته بايدي لحظة كده عشان يمسك وبعد كده بقصها بقص الزيادات دي كلها بالشكل ده كده وبعد كده انا عايز احطة طول الفوم وعرضها هيكون تلاتة سنتي باخد كده علامة بالزبط على تلاتة سنتي بطول الفوم وبعد كده بوصل النقط دي كلها واقصها وكده بعد اما قصتها بطبقها كده على بعضها وبعد كده عايز ارسم عليها المسلسات ده كده اول مسلس تاني مسلس كده انا مش بوصل للمسلسات للاخر بالشكل ده كده انا عملت مسلسين تاني بالشكل ده بعد كده همشي على الخط ده واقصه بالشكل ده كده بعد كده هكمل المسلسين التانيين وكده بعد اما قصتهم بيبقوا اتنين بالشكل ده هحطهم على جنب وبعد كده بيجيب الشمع دي بتتجاب من محلات اخر العنقود او من اي مكتبة هحط كده عليها شمع والزق كده على الفوم وبعد كده مكان الزرار هعمل له كده فتحة صغيرة قوي عشان اعرف بس افتح الشمع منه وهو ده كده شكله بعد كده بيجيب الفنوس ده بحط كده عليها شمع من فوق شمع كتير وبعد كده بحطه علي الشمعة واسبته كده في الفوم كويس وبعد كده الزيادات دي كلها بقصها الزرار كده بيبقى من فوق ولو في اي حاجة زيادة قصها بالمقص والمسلسات دي هسبتها كده من فوق هحط كده على اي مسلس شمع هسبته بس كده الاول وبعد كده اكملها بالشكل ده الناحية التانية برضو بالشكل ده كده بعد كده هيبقى في مسلس زيادة بقصه والحتة اللي تحت انا هعملها وده كده شكله لو عايزين تسبوه كده سبوه انا قلت لكم طبعا التزيين ده حسب كل واحد هو بيحب الحاجة بتاعته تبقى شكلها ايه؟ انا جبت شريط الفصوص ده هحطه كده تحت المسلسات بسبته كده بالشمع بالشكل ده كده هعمل معاكو هواحد كمان وبعد كده هكملها وده كده شكله بعد اما خلصته حطت من فوقه من تحت هشغل كده الشمع عشان تعرفوا تشوفوه بالشكل ده كده كنت عاملوا واحد تاني اهو نفس الشكل هتفلقوا النور عشان تعرفوا تشوفوه اكتر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته